في الكيان الإسرائيلي الخصومات تتصعد وفي 72 ساعة القادمة قد تبدأ مظاهرات شديدة هناك لماذا في 72 ساعة؟ قالوا لي أنهم سيقومون بتقديم قانون تقليص ذريعة المعقولية القانون المتطرفين مع نيتنياهو وكلهم متطرفين على كل حال قرروا أن يسيطروا على المحكمة العليا المحكمة الإسرائيلية العليا المحكمة الإسرائيلية العليا عندها حق إلغاء القوانين وهذا كان يضعف القوانين أو القرارات التي اتخذها الحكومة الصيونية كان يضعفها جدا لأنه إذا ما وفقتش المحكمة العليا تلغى وهم يقولوا بأن المحكمة العليا تحت سيطرة اليسار وبالتالي داروا قوانين باش يعدلوها وكنا شفنا المظاهرات الإسرائيليين في كل هذه الأشهر الماضية لكنها توقفت منذ رمضان كانوا وصلوا إلى تجميد الوضع لكن عادت قليلة هذه الأيام خاصة بعد الهجوم على جنين وهاهو الآن فيه كلام على أن الأمور قد تعود والمظاهرات قد تعود إذا ما تم تمرير هذا القانون إلى درجة أن كان مسؤول إسرائيلي كبير في الشرطة استقال اسمه عامي إيشد وألقى خطابا تاريخيا كما تقول صحيفة إسرائيلية بمناسبة إعلانه استقالته من الشرطة واش يقول هذا؟ لقد تمت إقالتي هذا المسؤول الكبير في الشرطة الإسرائيلية الصهيونية لقد تمت إقالتي من منصبي على خلفية سياسية بواسطة مكالمة هاتفية هذا أمر صادم الآن حاولوا ذلك لقد تمت إقالتي بسبب قراري منع حرب أهلية منع حرب أهلية كان يمكنني بسهولة استخدام قوة غير معقولة وأن أقوم بملء قسم الاستقبال في إخلف يعني مراكز الشرطة مركز رئيسي عبلا تاحهم يعني بعد انتهاء كل مظاهرة في تل أبيب كان يمكننا إخلاء آيالون هذا ساحة يتظاهر فيها الإسرائيليين آيالون في بضع دقائق لكن بثمن فضيع هو تحطيم الرؤوس وعظام بسبب خرق المثاق بين الشرطة والمواطنين في الدولة وش يقول هذا المسؤول؟ يقول له رفضت ذلك هذا مسؤول كبير بمارق مواحدة أو اثنين في الشرطة الإسرائيلية هذا الصهيوني الإسرائيلي رفض تطبيق أوامر رئيسه اللي هو وزير الأمن القومي بنغفير هذا رفضت تطبيقها وعندما رفضت تطبيقها قال له ما عندكش إمكانية إلا أني أقوم بطردك أو تستقيل ففضل الاستقالة قال كان يمكنني أن أبقى في منصبي لو نفذت الأوامر لكن هذا يعني أنني سأكسر بعض الجماجم قد أطلق الرصاص سننقي القبض على العشرات والمئات رفض ذلك لأنه يخشى أن ذلك قد يؤدي لحرب أهلية نحن للأسف بكل أسف وألم ما عندناش رئيس في الشرطة أو رئيس في الدرك أو رئيس في المخابرات يخرج ويقول أنا مستقيل لأنني لا أريد أن أقمع الحراك لا أريد أن أعتقل الحركيين لا أريد أن أضرب الناس لا أريد أن أعذب في مركز عبلة لا أريد مع الناش هاوي يهودي إسرائيلي صهيوني يرفض أن يكون آدات في يد الوزراء وينفذ أو أمرهم رفض ذلك واستقال طبعا لما يستقيل يخسر أشياء كثيرة أقلها السلطة نفوذ نحن مع الناش مؤلم مؤلم أن تكون أن يكون بعضهم في الكيال الإسرائيلي عندوا أخلاق أفضل ممن يزعمون أنهم ورثة الثورة والشهداء ومشعر بلد الشهداء وكل هذه الخطابات الرنانة الفارغة لأن لو كنتم حقا ورثة الشهداء لو كنتم حقا مخلصين أو وطنيين ما كان يقبع الآن المئات في السجون كلهم ظلما نتحدث الحركيين ما كان يعذب ما كان يغتصب ما كان الرجال والنساء ما كان يحدث الذي حدث ما كان يضطهد الناس ما كان تتهم ما كنتوا تقومون بحراك مرعبة باش حبسوا الحراك لو كان كان عندكم ذرة من ذرات الشهداء والمجاهدين الحقيقيين ها هو واحد يهودي يقدم الضرس على كل لوضاع في الكائل الإسرائيلي تتجه إلى الاحتجاجات والمظاهرات وهم قالوا بأنهم لن يتوقفوا لن يتوقفوا حتى يطيحوا بهذا القانون أو يطيحوا بالحكومة أو قالوا فليكن الجحيم لأنهم فاهمين إذا تخلاوا على هذا الموضوع يعني سيطرة الصهيونية الدينية وحلفائها على الكياد الإسرائيلي مما يشكل بالنسبة إليهم ضربة شديدة خاصة الطيار الليبرالي والطيار اليساري هناك ترجمة نانسي قنقر